كان هو العامل الأساسي في فوز الناد الأهلي بالنتيجة الكبيرة وبالأداء فإن شاء الله اللعبة تكون على قدر المسؤولية النهاردة وتقدر تفرح جمهورها اللي مش موجود والناد الأهلي مر بظروف برضو صعبة في السينة قبل كده وقدر ياخد بطولة أفريقيا طبعا يقاف شريف إكرامي المباراة بساعات فدي حاجة برضو يعني مش مفهومة لكن الناد الأهلي وخبرات اللعيبة جاهز الفن عندهم الخبرات اللي قدروا يتعاملوا مع المواقف الصعبة دي طيب لتحرك الفرية كابتنو سامن رايح الملعب تفضل كم وفاكس طيف طبعا من الفرق المحترمة اللي لها تاريخ في الكرة الأفريقية وفي الجزائر وصولها للدور قبل النهائم على الناد الأهلي طبعا النهاردة مباراة كبيرة لكن لو اتكلمنا عن عشر سنين اللي فاتوا هنقول الغلبة دايما للكرة المصرية وخاصة الناد الأهلي يعني الغلبة في المباراة خاصة مع فرق الجزائر فرقة الجزائر يعني أو فرقة وفاكس طيف لها أسلوب وشكل لعب هم بيمتازوا به دايما كله تحت الكرة شفناها خاصة في مباراة الوداد المغرب في أوقات كتيرة وخاصة في المباراة اللي كانت برة كانت في المغرب شفنا الحداشر لعب طبعا عشر لعبا والحارس كلهم تحت الكرة أول كرة متضع كله بيعمل زون في نص ملعب ويقفل ويبدأ يلعب على الهجمات المرتدة شفنا الوداد عمل فرص كتير خلق فرص كتير تقلق الحارس مرمى وفاك مصطفى زغبو كان ليه دور كبير زيما الكابتن حمد قال لكن النهاردة طبعا عنصر الاستغلال الفرص والتهديف في مدات المباراة ده مهم جدا النهاردة ما أخ 술ل المباراة تفضل أضايع فرصة في التانية في التالتة لا النهاردة اللي خل الأنادي الأهلي يتفوق في مرات الحرية لكن تدير تحرز هدف بدري ده سهلك المباراة خرقت الشوط الأولياني على ما تكتقل كانت نين صف ده سهل المباراة وقتها المباراة بشكل كبير النهاردة الناد الأهلي استغلال الفرص ليه دور مهم جدا فرقة وفاق السطيف برضو من الفرق اللي عندهم خبرات ازاي بيكسروا رتم الفرق لقدامه الناد الأهلي عنده الرتم السريع هو ممتاز بعملية الاستحواز والرتم السريع هو يحاول فقط من الوقات هتلاقي فيه لعبة بتوع بتعطل الوقت بتعطل اللعب عشان دايما يكسر رتم اللعب انت لأ لازم دايما الكرة تتعطل ألعب بسرعة ما ينفعش النهاردة لازم أن نوع حجماتي ما يفضلش كل الشغل من العم عليها دور مهم جدا النهاردة خاصة إن شاء الله لنشوف التشكيل علي معلول وأحمد فتحي لأطراف أوليد سليمان من بره مثلا أو كان إسلام محارب أو هنشوف حمودي والمون ذكرية لازم نهاردة الأطراف لو اشتغلت بشكل كويس النهاردة يكون لها دور إن شاء الله في حسن من بره طيب كابتن ماهر بالإشارة للتشكيل التشكيل هيجينا بعد دايق معدودة إن شاء الله الرحمن لكن ما اعتقدش أبدا أن فيه خلال غير في عنصر واحد يعني مش هقول عنصر أو عنصر إن هو عنصر واحد بس يعني أنت عندك محمد الشرنوي موجود عندك أحمد فتحي هو اللي هلعب من حتى آآ اليمين وكلبالي وأيمن أشرف ما فيش غيرهم آآ هو علي معلول اللي هلعبه وعندك حسن معشور وهيشان محمد اللي إنه في نصف الملعب والد سليمان طبعا ما فيش كلام وفيش نقاش وإسلام محارب وأزارو الاختلاف هايبقى مؤمن أو الحمودي أو الحمودي أنا 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 فرأي مؤمن إن الموارات دا كابتن سايد عايزة عايزة الخبرات أكتر ومؤمن عنده الخبرات وعنده آآ المواقف اللي عاش فيها قبل كده في آآ الموارات الصدقة وإحنا شوفنا يمكن كان من أقوى الخطوط اللي موجودة في النادي الأهلي آآ مؤمن وآآ وليس الإيمان وكابتن موجود معهم وبعدين نضم ليهم آآ آآ إسلام محارب فأنا شايف إن الخط دا من الخطوط المؤسرة جدا وواضح من المواراتين اللي فاتوا من الراجل كابتنين والوجازة الفاني بالثبات الفريق دا شيء مهم جدا فالثبات النهاردة بيدينا الشكل اللي احنا شوفناه اللي فيه التجانس اللي فيه الخطط اللي فيه الجملة التكتيكية اللي فيها البساطة اللي فيها قرب الخطوط من بعض إزاي وانا بدافع قربين من بعض زي احنا بنهاجم بعدد كتير جدا منها الأطراف زائد الكسافة العددية اللي بيت عندنا جرأة من خلالها بقى أكتر من 3-4-5 لعبة موجودين داخل الصندوق حتى الحاجات السبتة كمان بيت مؤسرة بشكل كبير جدا لبجينا فاول نقدر نعمله بشكل جيد كله بالي بيجيد ألعاب الهوى يعني بقى عندنا مفاتيحة كابتنسايد اللي تدينا ثقة في المرات اللي بالشكل دا الفرقة بقى عندها ثبات في الأداة وثبات في التشكيل النهاردة نتمنى بقى ان شاء الله بإذن الله ان احنا نشوف مفاتيح اللعبة اللي موجودة في النادي الأهلي زي النهاردة أحمد فاتح يكون في حالة ان شاء الله موفقة زي المباراتين اللي فاتوا علي معلول كمان من ضمن الحالات السبتة اللي بتأثر بشكل كبير جدا في انطلاقات الأطراف مع النادي الأهلي الرابط اللي بين بقى أحمد فاتح ومؤمن أو إسلام لو اللعب في المكان دا والربط اللي بين علي معلول ومؤمن ذكرية من ناحية الشمال وليد بيعتبر جوكر النادي الأهلي في خلال الفترة اللي فاتت هو يمكن صنع الألعاب هو يمكن بيحرزنا أهداف يعني نتمنى نهاردة بيوجدش في رقابة على وليد انتعار برضا الجماعة الجزارين أكيد حطين في الحزبان ان نهاردة وليد هو مفتاح اللعب أو محور ترجمة نانسي قنقر